السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس اللي بتشهدني على وسائل التواصل الاجتماعي أنا بشكركم كتير وبتمنى أن ربنا وفقنا لما هو خير إحنا هدفنا أساسي والأول والأخير هو الخير لكل الناس نحن لا نحمل عداوة لأحد ولا نتمنى من أحد أن يحمل عداوة لنا إحنا هدفنا الأساسي هو الخير لكل الناس إحنا مش عايزين أي حد يتضر من اللي إحنا بنتكلم فيه منذ لحظات من يومين كده اتطلع علينا الفيسبوك بصفحة اسمها السياسي الناجح في البرلمان وعرض النواب بتوعنا وقالوا إن في نجاح وقالوا إنحنا هنشاهد بقى الإنجازات والأعمال بتاعت النواب عشان خاطر يشوفوا الإنجازات بتاعتهم على صفحة مش لقين صفح تعرض الإنجازات بتاعتهم فعايزين يعملوا صفحة يعني حتى الفيسبوك عايزين يشتروه وبقى الصفحة في يوم واحد عمل 14 ألف متابع ما عليش يعذروني لو صوت راح شوية أنا لسه أخذ التطعيم الجرعة التانية وصوتي يعني ممكن يكون ضعيف شوية ففجئنا إن صفحة السياسي الناجح ديت 14 ألف عضو متابع في أقل من يوم إحنا هنسقط لا مش هنسقط طبعا عملتنا صفحة وأحد أصدقائي عملوا السياسي الفاشل الصفحة دي منهضة للصفحة اللي هي السياسي الناجح إحنا عملنا بقى وإن شاء الله بإذن الله يبقى معانا كل أهل شبرة الخيمة في الصفحة دي أنا مش هتاول طبعا على جروب صدريات الهلال لأن هذا جروب طبي والناس دخل عشان تسمع معلومة طبية فأنا كان لازم أنقل الأعضاء اللي هم مهتمين بالسياسة للصفحة التانية اللي هي صفحة السياسي الفاشل في شبرة الخيمة فكان هدفنا اللي إحنا نوضح للناس الفاشل ما هو إحنا ما تحدش يزعل مننا الناس بعتنا وبتقولونا خلي بالكو والناس زعلان منكو والبرلمانيين في شبرة الخيمة زعلانين منكو وممكن يعملوا حاجة لا يعني أنا بقول لأصدقائي ومعلميني وأحبابي البرلمانيين كلهم أنا أعتبر أعدت مع معظمهم واتكلمت مع معظمهم لا يوجد بغضاء بيني وبينهم بالعكس أستاذ محمد عب عزيز شخصية محترمة أستاذ أشرف أمين شخصية محترمة النقل مجاهد نصار شخصية محترمة والناس دي مفروض تفرح اللي إحنا بنوضح لها السلبيات نحن مش هنطلع نطبل ونزقطت ونقولوكو إلى الأمام وانتو عاملين اللي عليكو دايما لما تلاقي حد يقولك أنت مقصر اعرف لوه بيحبك فأنا بحبكو عشان كده طالع أقولوكو اللي انتو مقصرين مقصرين في حق أهل شبرة الخيمة بعيدا عن الانتخابات وبعيدا عن وصولكو لكورسي البرلمان وبعيدا عن المميزات الجميلة اللي انتو أخدتوها من كورسي البرلمان احنا بنطالب بحقوق بسيطة مش هتقول عليكم النهاردة عشان خاطر أنا كنغردي اللي نطلع أتناقش في مشكلة سوق الحد الناس طالع بتقول لنا انتو البرلمانين ما لهم والنواب ما لهم ما النواب قدموا وقالوا وعادوا طب احنا عايزين نوضح للبرلمانين دولك ان فيه ضرر واي على الناس اللي هناك اللي هم مش مستفيدين من سوق الحد فيه ناس مستفيدة من سوق الحد بعض الناس بياخدوا اتاوة من الناس اللي فرشة قدامهم ما انت متفرش قدام بيتي وما ياخدش فلوس دي بعض الناس اللي هي لها مصلحة ان سوق الحد يفضل مكانه الحي بيوزع قبونات زي ما انتو شايفين كده ولا علاها اسم ولا سن ولا عنوان وبياخد من الناس اللي قاعدة 20 جنيه منهم اللي بياخد وصله منهم اللي بياخدش وصله فالموظف بيسترزق والحي بيسترزق فما تجيش تقولي ان ان لي سوق الحد هاسمع كلامك طب البرلماني هطلع ان السوق الحد ده كزان سوق الحد ده تحت بيتش انا برلماني اعرف برلماني سوق الحد ده الناس فرشة تحت بيته هطلع اللهم امشوا عشان الناس تقوم وتيج علي وتقولي انت قومتنا انت قطعت عشنا احنا واحنا واحنا لا يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء طب انتو مؤثرين انتو كنواب مؤثرين في حقنا انتو قدمتو الطلب وما تبعتوش زيها زي اي مشكلة بنطلع نعمل عليها بروباجندة بنوضح الصور بتاعتنا بنقول للناس في مشكلة عند مسجد السلام لغاية منطي او متحلف او متنام في سوق حد معمول عامل اعاقة لبعض الناس اللي سكن هناك من عدم تنقلات خلال هذه اليوم لان الناس فرشة جوه الشوارع الداخلية مش الرئيسية فقط لغير اصوات مزعجة في ناس مرضى ما بتستحملش الاصوات المزعجة دي في دخان بيطلع بعد السوق ما بيخلص وكمان ناس بيعندها حسيد صدر اطفال فمتضرر في هناك وحدة صحية اسمها وحدة جامع السلام في ناس عايزة تروح في سيدات عايزة تروح في وحدات كشف في حاجات كتير ياريت الناس اللي بتسمعني لو تقدروا تشيروا المنشورات ديت على الصفحات بتاعتنا عشان الناس تشاهدنا وصوتنا يقدر يوصل لأكبر جهة في البلد سوطنا يوصل لرئاسة الجمهورية أو على الأقل سوطنا يوصل لرئاسة الوزر أو على الأقل سوطنا يوصل لمحافظة الأليوبية أو على الأقل سوطنا يوصل لأعضاء برلمان شبرة الخيمة أو على الأقل سوطنا يوصل لرئاسة حي غرب شبرة الخيمة احنا او باسم الناس اللي نزلنا الصور بتاعت سوق الحد احنا متضررين من سوق الحد لأسباب كتير عامل اعاقة مرورية شديدة جدا 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 فلا درر ولا درار انتو مش عشان تستفيدوا وتجمعوا اكتر من ستين الف في يوم زي كده تعملوا درر للناس اللي ساتنا هناك طيب الناس طلعت بقى يعني فلاسفة وانتو نواب يعملوا لكو ايه والبرلمانيين يعملوا لكو ايه انتو عايزنا نعمل زي ما الاستاذ محمد عز قال احنا اضطرينا اللي احنا نعمل كأعضاء في المحليات وننزل الشارع ونشوف مشاكل الناس طب انتو كبرلمانيين عجلوا بانتخابات المحليات عشان نوفر عليكم التعب دو ما عملتوش دوت قوموا بدوركم في عندوكو مكاتب عمل في ناس عندوكو انتو معينينها مديرين مكاتبات مكاتب الناس ديت كل همها المصلحة الشخصية طيب ماينفعش وانتو بتاخدوا المصلحة الشخصية من النائب تعملوا حاجة اسمها المصلحة العامة ليه الشعب عشان خاطر الناس تفتكركم بحاجة كويسة ينفع ماهنا لما مدير المكتب ينزل ويتكلم من سوق الحد ويتشوف المشكلة ويتناقش مع السكان طب هنعمل ايه طب الحكاية طب احنا في حل اه في حل اجدعي احنا دلوقتي النوال كلها قدموا طلب للمحافظ او للمجلس الشعب وقالهم احنا هننظر فيه خلال شهر او خلال يعني فترة قصيرة والطلب اتدرب في المكتب طب احنا بقى كدورنا كبرلمانين احنا لنا كلام اكيد مع المحافظ وشفنا المحافظ ربنا رجع لنا بالسلامة وليه نائب وتعبان شوالي من دور ربنا الف سلام عليه في نائب للمحافظ ممكن انا كبرلماني زي استاذ مجاهد نصار اعمل اتصال هاتفي واقول لنائب المحافظ انا ان شاء الله باذن الله هاجي لك في زيارة بخصوص سوق الحد هروح لنائب المحافظ وهنقول له يا نائب المحافظ دلوقتي سوق الحد دوت بيعرض مفروشات موجودة في كل حتة اه بيعرض حاجات مسروقة وده بنشجع الناس على السرقة زي مويلات مسروقة عدد مسروقة حاجات مسروقة شابشي من قدام الجوابع مسروقة عجل مسروق متسكلاد مسروقة قطع غيار مسروقة طي في ناس بتاكل عيش ما فيش مشكلة طيب احنا هنعمل ايه مؤقتا كده عشان نحل الموضوع ده في عاجة اسمها شرطة مرافق ونائب محافظ هنعد نتكلم معاهم احنا العائق المروري بالنسباننا بنسبة 90% لغاية الهايبر المعمول هناك عند جامع السلام ما نزلت كبري التلاجة الناس اللي جاي عايزة تخش الحتة ديت فعل اقل ادوهم رئة لغاية مسجد السلام يبقى سوق الحد يبدأ من بعد مسجد السلام عشان خاطر يدي تنفس لسحة بجام ويدي تنفس للطريق اللي هو بتاع كبري التلاجة فده اقل حل ممكن انتوا يعني كانوا بتعودوا مع شرطة المرافق وتقولولهم ان الناس تفرش من بعد مسجد السلام اقل حاجة بخمسين مثلا متر ولا حاجة يبقى عندنا شارع اللي هو بتاع نادب جام دوت مفتوح شارع جامع السلام مفتوح اللي عايز يطلع ناحية الكبري التلاجة يطلع براحته ومحدش يفتح في الشارع اللي هو دوت اللي بيوصل للخمسين بكبري التلاجة ده اقسط حل مؤقت لموضوع بتاع سوق الحد طيب احنا بقى عايزين الحل الدايم اللي انتوا وعدنا بيه ويبقى سنين بنهاتي بيه ان دوت يتنقل تحت الكبار اللي هو الكبري الدائري قداه ويبقى من غاية منطي كده محدش يفرش بعد كبري منطي الناس تفرش هناك براحتكو بقى تعود وفي ناس قاعد هناك اصلا مكيمة ما انت ما تكنعنيش ان واحد بيسترزق في يوم الحد فقط لغير طب انت بقيت الايام بتعمل ايه اكيد ليك محل ليك سوق تاني ليك فارشة تانية فانت اكيد هتصرف نفسك ما حد يقول لي احنا بنتعيش حد والله ما بنتعيش حد احنا عايزين نظاف اجدعان احنا عايزين نظام شبرا الخيمة انا جاي من عند عرابي النهاردة كنت في مقابلة مع احد الاشخاص المهمين في شبرا الخيمة يعني حاجة تحزن اه كشري وابتاع عصير وقهاوي الناس خرجة لغاية نص الشارع هو الحكومة مش عارفة تنظم الدنيا شوية في شبرا الخيمة والله انتو لو اهتميتوا بالموضوع هتنظموه ما انتو متقنعنش اللي انتو منظمين الدنيا كلها في كل حتة وجات على شبرا الخيمة يعني واحنا اللي وجعنا من اعر القفة زي ما بيقول احنا قدناك الحل هو يا استاذ مجاه النصار قدناك الحل هو يا استاذ اشرف امين قدناك الحل هو يا استاذ محمد عب عزيز الحل المؤقت اللي الناس تفرش من بعد مسجد السلام كده من عند ابراهيم الدسوقي والدناك والحلول المؤقتة والحلول الدائمة اهتموا شوية احنا بنتلع نقول لكم السلبيات عشان خاطر احنا بنحبكو بما بنقررش احد ماحد يجي يقولنا ان الناس دي هتترزيك وفسي ديه تعمل لك مشكلة لك احنا بنقول لكم كده عشان خاطر احنا بنحبك اانتو عايزين تقزونا جلي زي ما يوجد يهم ده مج esque بس يوم الا ماijاء كده هتلاقو شقرة سيفرة كلها طلعة بتقول لكم احنا مع الدكتور حسين انا عارف كويس انا بعمل خاطر لكل الناس وانا بعمل كده عشان خاطر للناس انا لا لها مصلحة شخصية ولا لها أي موضوع انا لم أردت للناس الذين عرضت عليها لم أقلت لهم انا أريدت مصلحة شخصية انا أريد المكاتب تتطلع تقول الدكتور حسام تلع انا أريدت مصلحة شخصية عشان اسقط الدكتور حسام نعينه مدير مكتب مش عارف نائم من عشان يسقط الحمد لله اي موضوع من ذلك كلها انا مرفوضة تماما وعمرة ما قالتها ولا عرضتها ولا عرضها نحن نريد التعاون والاتصال. انا سأطلع لكم المشكلة و سأطلع لكم حالة. لكي لا أحد يقول لي أن نحن نفعل مشاكل و نفعل بروبجاندا على الفاضي. فإن شاء الله بإذن الله ياريت الناس تخلي بالها من شفرر خيمة. مني طلاب تقول فيه شاب محتاج عملية عزام. ابعت لحضرتك الورق مفيش مشكلة هي المستشفى الموجودة في مصر المتخصصة في العزام. مستشفى الهلال الأحمر و ممكن احنا نعمل اتصال معاهم و ان شاء الله بإذن الله نوصل الحالة لمستشفى الهلال الأحمر. مستشفى الهلال المصري معروفة وهي عزام فقط لغير. ولو ليه تأمين ان شاء الله بإذن الله الحالة تخلص. بعيدا عن النواب لأن أنا بيجي لي ناس كتيرة من مكاتب النواب في حاجات زي كده النواب مش موجودين في المكاتب. الناس اللي هم مدرين المكاتب بيقاملوهم بطريقة مش لطيفة. ليه؟ يعني أنا ليه انتوا عشان كسبتوا في الانتخابات منتمكن بعد 4 سنين خلاص. ماشي. طلبوا منه 16 ألف. هو بيعمل بهم قرار هناك في مستشفى الهلال. وهي العملية بتتعمل على حساب الدولة. دي معروفة جدا 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 جدا. برحب بكل الناس زي الشيخ قرم اللي بيشاهدنا دلوقتي. وده طبعا من ضمن الناس المتضررة هناك في أرض الحافي وسوق الحد. سوق الحد ده عمل أزمة كبيرة لأهل المنطقة هناك. وكمان بخلاف سوق الحد الطريق دوت متضمر. ناس طلع فيه بالهبل. يعني الحي ديت يروح يلقي نظرة هناك. والله هتلموا إشغالات من الناس دي 100 مية. هتعملوا سبوبة حلوة. يعني لو الناس نزلت بتوع الحي شارع أرض الحافي ده وبطرعة النصرانية اللي هو القديم. هيلموا غرامات إشغالات مية 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 ممكن نسافلته شارع ده بيه والله. سبكوا بقى من سوق الحد وقرى في سوق الحد إن قلوه هناك لغاية آخر الكبرى. احنا معاكم كمليين. وان شاء الله بإذن الله كل مشاكل شبرة الخيمة هنعرضها. وكل حد هنطلع نقول لهم انتو ما عملتوش حاجة في سوق الحد. انت يا سات النائب فاشل. اه فاشل. وهو هتتوقع ان صفحة السياسة الناجح اللي انتو اشتريتوها وعملتوها وفي يوم وهب وليلة بأربعتاشر ألف متابع اللي انتو حد هيصدق الكلام اللي انتو تقول ده. ما حدش هصدق. ما انتو ما اتطلع ليش قرارات ماشي اه او توصيات وتلحقوا علينا وتقولوا احنا عملنا اللي علينا. انتو تبعي التوصيات اللي انتو عملت عنها. انت عملت النقل سوق الحد وعندوك مهله شهر وانتو ما بتبعتها ؟ يبقى انت فاشل اسمعني يا سيدة النائب انت فاشل والله العظيم انت فاشل ما انت مش عارف تنقل سوق لنا مش كلمك على سوق بجام ولا كلمك على اية اسواق تانية. لنا بكلمك على سوق بلDearتية تعمل يوم واحد. سوق يوم واحد انت مش عارف تنقله انت اعمل اعاقة للناس اللي هناك كان تشالل للناس اللي هناك تقول لسياسة الناجحة بجام. طبعا معنا صفحة السياسي الفاشل في شجرة الخيمة إن شاء الله بإذن الله هي التي تعرض لكم الحقيقة سبكم من الناس الذين يتطبقون لكم والله نحن نحبكم لكي نطلع لكم أنتم فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل تحيات لكم تحيات كل الناس الذين تشاهدني لا أتقول عليكم معكم دكتور حسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته